السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على الخبر الذي يتحدث عن وفاة الموسيقى الكبير حلمي بكر رحمه الله وغفر الله كان حلمي بكر من وريد عام 1937 ويبلغ من العمر 86 عاما ومن وريد حدائق القبة في القاهرة مصر وتوفي اليوم الأول من مارس عام 2024 وهو من وريد محافظة الشرقية ويقال أنه توفي هناك في الشرقية بحلمي بكر كان موسيقار كبير ومعروف وهو من موليد 6 ديسمبر عام 1937 وتوفي في 1 مارس عام 2024 وكان ملحن مصري لحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب من السلالة مراد وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو على الحجار ومتحة صالح كما قدم نحو 48 مصرحية غنائية أشهر سيدتي جميلة وحواديث والموسيقى في الحي الشرقي كما لحن الفوزير منها فوزير المناسبات واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي ولد حلمي عيد محمد بكر في حي الحضائق القبى بمدينة قاهرة لأب عاشق للفن ويوجد العسف على آلة الناي لذلك قام جده الأكبر عند إحدى القرى بطرده من القرية فحضر القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعد العالي للموسيقى العربية كمدرس الموسيقى العربية بأحدى المدارس الحكومية إلى أنه استقال منها بسبب الروتين ثم انتحق بالقوات المسلحة للقضاء المدة العسكرية المحددة له أثناء وجوده بالجيش حضرت الفنان وردة جازرية لحياء حافل غناء القوات المسلحة وكان بكر مشهورا في كتيبات العسكرية بعشقه للموسيقى وعندما استمعت وردة إلى بعض أرحان وعجبت بها كثيرا وقررت تقديمه لأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإزاعة المصرية أنا داك قام حلمي بكر بترحين أغنية كل عام وأنتم بخير التي أعطاها له الشجاعي وسجلت هي هذه الأغنية في الإزاعة بالصوت المطرب عبدالطيف التلباني حيث حققت نجاحا كبيرا ثم قام بعد ذلك بتلحين أغنية لا يعيوني للمطرب ماهر العطار ومن وقتها لمع اسم حلم بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية بلغ الرسيد الفني لحلم بكر حوالي 1500 لحن موسيقي مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي أمسا ليلة مراد واردة جزارية ونجدة الصغيرة ومحمد الحلوى علي الحجارة ومحمد حسن صالح كما قدم نحو 48 مصرحية غنية أشهر سيدتي جميلة تزوج حلم بكر من تسع زوجات جاء في مقدمتهن الفنان المعتزل السيد الرمزي وعلي التونسية ليهن رنداء ابنة خالة الفنانة السورية أصالة وشاه ناز شقيقة الفنانة شويكار وتزوج بعدها من السيدة نرمن توفي الملاحن حلم بكر في الأول من مارس عام 2024 بعد تعرضه لأزمة الصحية مفاجئة إن لله وإن إليه راجعون اشتركوا في القناة